موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم الى حلقة جديدة في برنامجكم حديث الصحافة والبداية مع صحيفة الساندي تايمز ومقال بعنوان حزب الماني يريد منع المآذن والبرقع تقول الصحفة ان حزب البديل لالمانيا اليمني المتشدد والذي فاز بربع اصوات الناخبين في الانتخابات المحلية الاخيرة في المانيا يجهز لطلب تعديلات على بعض القوانين وتضيف الصحفة ان هذه التعديلات تركز على منع المآذن وحضر ارتداء النساء البرقع في الاماكن العامة علاوة على منع خيتان الاطفال وبعض الشعائر الاسلامية الاخرى وفرض بعض التعديلات على المناهج التعليمية للحفاظ على الهوية الثقافية لالمانيا وتضيح الصحفة ان احد قادة الحزب اكد لها ان قيادات الحزب يجهزون لخوض الانتخابات الاتحادية العامة المقبل بهدف الاطاحة بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة انجلا ميركل مستفيدين من تنامي الرفض الشعبي لسياساتها بخصوص المهاجرين وتشير الصحفة الى ان هذه التعديلات تم تسريبها لوسائل اعلام المانية الاسبوع الماضي وبالانتقال مشاهدين الى مجالات the atlantic التي نشرت مقالا للكاتب روبرت كولسون استعرض من خلالها رأى بعض الساسة والنخب الروس بشأن التدخل العسكري في سوريا والذين تنوعت وجهات نظرهم حيال العملية الروسية برمتها وقال الكاتب ان من بين الروس من رأوا ان الانسحاب جاء في توقيت كانت تخشى فيه موسكو من ان تذهب عملية التدخل العسكري برمتها سودان خاصة في اعقاب انقطاع العلاقات مع تركيا وبعد تصريح وزير الخارجية السعودي لوسائل الاعلام الالمانية المتبثل في ان حكومته تدرس تزويد المعارضة السورية بصواريخ ارض جو ومن الروس من وجدوا في الانسحاب انه قرار غير متوقع حتى بالنسبة للقادة الروس انفسهم واضاف الكاتب ان من الروس من يرون ان الانسحاب جاء في توقيت اصبحت فيه موسكو تفكر بان النتيجة المقبولة للوضع في سوريا هي تقسيمها شريطة احتفاظ الرئيس بشار الاسد بالمناطق الساحلية وانه في حال حدود طارئ فانه يسهل فرض السيطرة والدفاع عن تلك المناطق واشار الى ان بعض يرى ان انتهاء الحملة في سوريا يمكن ان يكون جزءا من استراتيجية روسية تتعلق باسعار النفط وبالتالي فان الانسحاب قد يمهد الطريق لتقليص الدعم الروسي للاسد بهدف التمكن من اجراء محادثات مع السعودية بشأن اسعار النفط واضاف ان من الروس من ينظرون للعملية برمتها على انها عبثية وانها تبثل نزوة جيوسياسية لا تخضع لأي منطق ويستدرك الكاتب ان من الروس من يرون ان الانسحاب كشف عن قدرة موسكو على العمل من الناحية الجيوسياسية دون الاستشارة او الاتفاق مع الاخرين ونقرأ مشاهدين في صحيفة الشرق مقال رأيي بعنوان السوريون يتمسكون بمشروعهم ضد الاسد ودعش حيث تقول فيه الصحيفة بدى لافتا مع بدء سريان الهدنة في سوريا ان الثورة الشعبية ضد نظام حكم بشار الاسد لم تفقد بريقها رغم كل الجرائم التي مورست بحق جمهورها والمشاركين فيها من قتل وتعذيب وتجويع نزل السوريون الى الشوارع في عدد من المدن والبلدات ليعيدوا الوجه الاول لثورتهم فنظموا المسيرات ورفعوا الهتافات الشعبية والسياسية واعادوا الى الاذهان ما وقع قبل خمس سنوات حينما اصطفوا مدنيا ضد نظام الاسد فجن جنونه وقرر قمعهم بعنف بالغ وعبرت هذه المسيرات الاخيرة التي خرجت في اكثر من مدينة سوريا تؤكد مجددا الطابع المدني والشعبي للانتفاضة وتفشل محاولات نظام الحثيثة لوسمها بالارهاب والتطرف وقالت العقل الجمعي للسوريين الرافضين لهذا النظام يدرك مدى الارتباط بين الاسد والتطرف ويرى هما وجهين لعملة واحدة هما عملتا القتل والاقصاء وختمت لذا كانت المظاهرات الاخيرة ضد هذين الوجهين وليس غريبا ان يتشبه رد فعل النظام ضدها مع رد فعل المجموعات المتطرفة فكلاهما يخشيان مشروع الدولة المدنية القائمة على المؤسسات والعدالة بين الافراد وبالانتقال مشاهدين الكرام الى صحيفة صباح التركية نقرأ مقالا لبرهان الدين دوران بعنوان الان بدأ النزاع بين الحلفاء في سوريا رأى فيه الكاتب بان بوتن قام بهجوم حرج اخر في سوريا حين اعلن بسحب القسم الاهم من القوات الروسية بعد ان تحققت المهمة الموكلة اليها في سوريا على حد تعبيره وسيؤثر هذا القرار المفاجئ بصفة خاصة على المعادلات الموجودة في المنطقة تماما كما حصل في الثلاثين من ايلول عند زيادة وجودها العسكري في سوريا ولكن ذلك لا يعني ان روسيا تخلت عن سوريا لان موسكو احتفظت بقاعدتها العسكرية الثانية ونظام الدفاع الجوي اس اربعمائة في حالة عمل متواصل ووضعية يمكنها زيادة وجودها العسكري في الوقت التي تريده في بدء الامر وعلى عكس ما قالته ادارة اوباما بالحاح فقد اظهرت روسيا ان باستطاعتها ادارة تواجدها في سوريا دون التحول الى نموذج من مستنقع افغانستان وبناء على ذلك اظهر بوتين روسيا كقوة حددت الثوابت الاساسية للازمة سوريا تماما كما اخترق العزلة التي عاشها في الغرب بعد ضمه القرم واوقف تقدم المعارضة بعد قصف جوي عنيف وضمان جلوسها ضعيفة على طاولة جنيف وبذلك فان الهدف هو التخلص من بعض التكاليف التي سببها القسم الروسي المنسحب وهي اولا التخفيف من تقوية ردود افعال كل من ايران والاسد وحزب الله تجاه اسرائيل ودول الخليج ثانيا التقدم بارتياح للقضاء على التوتر مع تركيا ثالثا اظهر ضرورة بحثها عن انتفاق حقيقي في جنيف بالنسبة الى الحكومة السورية التي تراها بمثابة خط احمر وعلى رأسها الاسد ويتابع الكاتب بان قرار بوتين في سحب مهد الطريق الى اقتحام كل من الاسد وحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا في صعوبات حيث اعلن في الامس عن تشكيل نظام فدرالي في شمال سوريا التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردي وبهذا الاعلان تسبب حزب الاتحاد الديمقراطي في بدء حقبة ستؤثر بعمق على المستقبل وعلى وجود حزب العمال الكردستاني في المنطقة وهكذا فان حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يهدف الى حرب بالجملة في تركيا هذا الربيع يتجه بشكل مباشر الى حقبة حرجة في سوريا وختام حلقة اليوم مع جريدة حبر ومقال لعلي سندة بعنوان على العهد ونستمر يقول فيه الكاتب بانه يأفل نجم العام الخامس على ثورة السوريين والثوار يجددون العهد الذي طالما رددوه في ثورتهم وقطعوه على انفسهم امام مرء العالم اجمع منذ اندلاع الثورة خمس سنوات تستمر فيها المماطلات والوعود الكاذبة في دهاليز السياسة لكسر شوكة الثورة وترجلها عما خرجت من اجله بغية لملمة شتات العهد الاسدي مرة اخرى بعد ان ولا وانكسر مجرجرا ذيل هزيمته وخذلانه ان احتفاليات الثورة التي باتت تقام كل من صر معام وجاء اخر واهل سوريا يخضون غمار ثورتهم ما هي الا رسائل سلام ومحبة للعالم اجمع تحكي طيبة ذلك الشعب وتسامحه تسمع طغاة زئيره عند الغضب تستلهم من دماء الشهداء التي سالت انهارا المضي قدما حتى تحقيق الوعد الالهي بالنصر تمسك البوصلة من جديد متوجهة نحو الهدف نفسه الذي خرجت من اجله نحو سوريا الحرة التي كانت وما زالت باغلبيتها حاوية لكل الاديان والاعراق والطوائف قائلة للجلاد لن نحيد عن وحدتنا التي طالما سعيت وتسعى الى تمزيقها ولن نتراجع عن هدفنا المنشود ان احياء ذكر قيام الثورة السورية في خضم صراعها ليست للاعتياد على الاحتفال بالتزيين ودق الطبول والتباهي امام كاميرات الاعلام انما هي تجديد للارادة في نيل الحرية وبناء السوريا المستقبل وعليه خرج السوريون في عامهم الخامس من الثورة ليقولوا للعالم كله سنستمر ونستمر بهذا المقال مشاهدين الكرام نكون وصلنا لنهاية الحلقة الى اللقاء اشتركوا في القناة